وإحنا في العصفة عارفين بنركز كل مجهوداتنا على إيه؟ إنه يا رب زيح العصفة دي وبعد كده هعرف أمارس حياتي طبيعي هعرف أستمتع بحياتي هعرف أربي أولادي كويس هعرف أمشي في دعوتي وخدمتي كويس هعرف أكون مؤثر جداً بس دي خدعة ودي كسبة إبليس بيتحك بيها علينا لأ وإنت في العصفة وإنت في الحريقة الكبيرة دي وإنت في التعب الرهيب ده لا تقدر تكون مستخدم جداً 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 ولو ربنا جوه قلبك مولع نار إلهية جواك لحاجة معينة في حياتك لخدمة معينة لشغل معين حتى أنك تربي أولادك تقدر تعملها وإنت في وسط العصفة عارفين ساعات كتير قوي بنغلط الغلطة دي لما تكون تعبن ومضغوط جداً ويجوا عيالك تقول لهم إيه؟ امشوا من عالي الساعة دي امشوا دلوقتي لما رؤ وفضة حبق إيه؟ ألعب معاك وهزر معاك وأعرف ربيك وإنما دلوقتي أحلوا عني لأن أنا في أزمة لأن أنا في مشكلة بس الكتاب المخدس بيقوله أنه وإنت في وسط العصفة لا تقدر كويس قوي تعدي وتكون مستخدم وتكون منطلق في حياتك وإنت تعبان وأنا اخترت مثل داود دا لأن داود نفسه كان بيقول أنا كنفسي أهرب أنا كنفسي يبقى عندي جناح زي الطيور والحمام فأستريح من التعب النفسي دا وهو فعلا هرب من شاول في الصحراء بس تحصل حاجة غريبة جدا وهو هربان تعرفين داود كان دايما أكتر حاجة مولى على قلبه إيه؟ مش إنه يبقى ملك لإسرائيل لا لا أكتر حاجة كان متولى على قلبه لما يشوف حد بيتظلم لما يشوف ناس ضعيفة بتتظلم من واحد قوي يروح يجري لوحده ويحاول يخلص المظلوم عملها مع الغنمات لما في أسد ودب هجموا على الغنمية وأخدوها عمل إيه؟ جري وراء الأسد ودب وقتل الأسد ودب وخلص الغنم من أفواههم لما لقى جولياط بيعير صفوف إسرائيل جري وراء جولياط وقال أنا ححربه وهزمه لما هرب في الصحراء تحصل قصة غريبة جدا بتفرق معايا قوي مش عارف نعرفها كلنا أو لا بس دايما بحب أراها كتير قوي اسمها قصة قعيلة قعيلة دي قصة غريبة جدا تكتب في الصمويل الأول السحر 24 داود هربان في الصحراء وفيه اتنين ملوك ضده يعني فيه ملك شاول بيحاول يطرده وملك فلسطين اللي هو أبي ملك برضه طرده من عنده وكان عارف أنه هو ده اللي هزم جولياط وداود عارف يعمل حيلة وهرب منه فداود قعد في الصحراء هو وستمائة واحد حياتهم هم كل دول مهددة بالموت وغالبا غالبا حيموتوا يعني فيه ملك أكيد بيطردهم والتاني برضه عاوز يقتلهم في حالتهم صعبة جدا 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 وقام داود وهو في وسط العصفة دي سمع إن فيه قرية أو مدينة صغيرة غالبانة قوي اسمها قعيلة ابتدى الناس تهجم عليها ويحربوها ويسرقوها ويظلموها داود اللي قاعد في الصحراء هربان ده يعمل إيه؟ ده قلبه مولع بالنار عارفين يعمل إيه؟ مش ربنا اللي يقوله روح خلص قعيلة لا 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 ما هو ده واحد قلبه مولع بالنار في وسط العصفة يجري على ربنا ويقوله أنا مش قادر يا رب مش قادر أنا عاوز روح أنقذ الغلابة اللي في قعيلة دول بلد اسمها قعيلة عاوز روح أنقذهم وفي سمويل الأول 24 يحكي الكلمات دي أنا آسف 23 بيقول كده أخبروا داود قائلين هوذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر بيسرقوهم وبيظلموهم عدد اتنين داود اللي رح لربنا فسأل داود من الرب قائلا أأذهب وأضرب هلاء الفلسطينيين فربنا قال له ايه؟ قال الرب لداود اذهب واضرب وخلص قعيلة تقدر تعملها فقام داود عمل ايه؟ رح للستمائة رجل اللي معاه قال لهم يلا يا جماعة نروح ننقذ الغلابة اللي في قعيلة دول فعارفين الستمائة رجل قال له ايه؟ قال له يا داود انت جننت ومطردين وهربنين هنروح احنا نخلص الناس اللي في قعيلة ما تسيف شاول الملك اللي يعملها ردوا عليه وقالوا كده عدد ثلاثة قال رجال داود له ها نحن هاهنا في يهوزة خائفون فكم بالحري اذا ذهبنا الى قعيلة ضد صفوف الفلسطينيين دي الاجابة اللي احنا بنقولها وإحنا في العصفة لما العصفة تروح لما الامور تهدى وتروء حب اقدر انطلق في حياتي واستخدم بس ربنا بيقولك لا تقدر وانت في قصة العصفة تنطلق وتكون مستخدم